أربع قبولات هذه قبلة الفخر أنا فخور بك وبعملك الصالح ثم قبلة الرضا فأنا راضي عنك لأنك ابني فين حتكون هنا هذه في الجابين قبلة الجابين وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدى فاطمة رضي الله إلا قبلها في جبينها ثم القبلة التالية قبلة الشوق التي تعبر عن الشوق وهو مرتب مراتب المحبة وهي الخدين والقبلة الرابعة قبلة الحب والمودة وهي اليدين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بيد فاطمة ويقبلها بين الفينة والأخرى فهذه أربع قبولات ثم خمس لمسات دليل الرحمة والرأفة والمودة والمحبة خمس يوميا واحد الأولى الخلف هذه الرأفة فكلما مسحت خلف رأس الولد مؤخرة الرأس هذه تشعر الولد أنك فعلا به رأوفا ثم تضع يدك على رأسه هذه لمسة دائما تسميها لمسة الفخر ثم الجبين والخدين ومسكة اليد هذه مسكة اليد تخفف على الأولاد التوتر والقلق وغيرها هذه خمس لمسات ضرورية ثم لمسة للضرورة عند اللزوم إذا احتاجها الولد هذه اللمسة إذا رأيت الولد من فعلا يعني مقبلا على معصية أو مقبلا على غضب أو أيا كان الشعور السلبي أن تلمس هذا المكان وتمسع على صدره هذه لمسة اللزوم ليست ضرورية كل يوم لكن ضروري الخلف مقدمة هذه الرأفة هذا الفخر هذا الرضا الشوق ثم هذه التي تخلص الولد من التوتر والقلق كثير من المربين يا دكتور يقولون نفس اللمسات للولد تنفع للزوجة نعم تنفع للزوجة نعم صحيح